وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة وكان سببها نقضى بني قريضة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض من حيي بن أخطب النظري وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الزبير لمعرفة نيتهم ثم أتبعه بالسعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وابن رواحة وخوات بن جبير لذات الهدف ليتأكد من غدرهم وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح فأوصى عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريضة وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة كما في رواية البخاري أو الظهر كما في رواية مسلم فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار على بني قريضة لمدة خمس وعشرين ليلة على الأرجح حتى نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوس لأنهم كانوا حلفاء بني قريضة فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ فلما دنى من المسلمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال أي سعد بن معاذ تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله تعالى ونفذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فيهم وكانوا أربعمائة على الأرجح ولم ينجوا إلا بعضهم ثم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أموالهم وذراريهم بين المسلمين ترجمة نانسي قنقر